هم ألغوا الآيات من كتاب الله لكنهم لا يستطيعون النطق بكلمة ملغية فجملوها بمصطلح الناسخ والمنسوخ ليقبلها الناس لم يتجرأ الغرب ولا أمريكا ولا الماسونية ولا العلمانية ولا الصهيونية ولا المؤامرة الكونية على التقول على الله بأشياء لم يقولها وتجرأ عليه المسلمون وألفوا أحاديث أطلقوا عليها اسم الأحاديث القدسية ونسبوها لله لماذا انتقدتم مودي ولم تنتقدوا الكتاب الذي أخذ منه مودي المعلومة مودي إذا قال نبيكم تزوج من طفلة بعمر ست سنوات تثور ثائرتكم وتتخبطون وتعتبرونها مؤامرة ضد الإسلام أما البخاري إذا قال نبيكم تزوج من طفلة بعمر ست سنوات تترحموا عليه وتصلوا على النبي وتقولوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله السلام عليكم مرحبا بكم جميعا أصدقائي الكرام أنا حسين خليل وهذه قناتي ومن بريد دائما نسمع مقولة الحرب على الإسلام الإسلام في خطر يحاولون تدمير الإسلام مؤامرة كونية على الإسلام يريدون إطفاء نور الله يريدون تدمير الثوابة الإسلامية المؤامرة الكونية على الإسلام ومن هذه المصطلحات التي تعودنا عليها فكلما سمعوا من شخص مسلم انتقد بعض الأفكار التي ورثوها وبين بالأدلة والبراهين أنها معتقدات باطلة وغير صحيحة اتهموه بالكفر والزندقة وأنه مأجور للغرب الذي جنده لتدمير الإسلام وللأسف بعض الناس البسطاء صدق هذا الكلام حتى بات يكفر ويتهم كل من فكر خارج الصندوق على أنه مأجور وماسوني وأنه لولا رجال الدين لسقط الإسلام وكأن الدين بيت ضعيف آيل للسقوط ولم يستطع الله أن يحميه حتى استعان بهؤلاء ليحموه له لأنهم الأعلم والأقوى والأدرى منه في طريقة حمايته وهنا يحضرني قول المفكر العراقي علي الورد عندما قال الإسلام في خطر هي مقولة يطلقها رجال الدين عندما تتعرض مصالحهم للخطر لكن لو جئنا على أرض الواقع وتحدثنا بالعقل والمنطق المحرمان لدى رجال الدين وحاولنا أن نعرف من هو المتآمر الحقيقي على الإسلام من الذي تجرأ على كتاب الله وألغى العديد من آياته تحت مسمى الناسخ والمنسوخ هل هم الغرب ولا أمريكا ولا الماسونية ولا علمانية ولا اليهود الجواب ولا أحد من هؤلاء بل المسلمين هم من تجرأوا عليه وألغوا كل آية لم تعجبهم وقالوا عنها منسوخة أي ملغية هم ألغوا الآيات من كتاب الله لكنهم لا يستطيعون النطق بكلمة ملغية فجملوها بمصطلح الناسخ والمنسوخ ليقبلها الناس ولو استطاعوا لحذفوها من المصحف بشكل نهائي حتى تصبح في طي الكتمان لكنهم لم يستطيعوا ولله الحمد لم يتجرأ الغرب ولا أمريكا ولا الماسونية ولا العلمانية ولا الصهيونية ولا المؤامر الكونية على التقول على الله بأشياء لم يقولها وتجرأ عليه المسلمون وألفوا أحاديث أطلقوا عليها اسم الأحاديث القدسية ونسبوها لله فالذي لم يستطيعوا إضافته للقرآن أضافوه تحت مسمى الأحاديث القدسية لم يتجرأ اليهود ولا النصارى ولا الغرب ولا أمريكا ولا الماسونية ولا العلمانية بالطعن بالنبي ووصفه بأقذع الأوصاف لكن فعلها المسلمون الغيورين على الدين أكثر مني ومنكم فوصفوه بأوصاف يندى لها الجبين فهذا الشيخ البخاري مثلا يقول لنا أن هذا النبي تزوج من طفلة عمرها ست سنوات يعني لساتها صف أول ابتدائي ومارس معاها الجنس وعمرها تسع سنوات وقال لنا أيضا أنه كان يضاجع زوجاته في الليلة الواحدة وبغسل واحد وله أنا ذاك تسع نسوة وقال لنا أيضا أنه كان يأمر زوجته بالاتزار ويباشرها وهي حائض وأنه كان يختلي بالنساء ونقل لنا الشيخ البخاري أيضا أن النساء كانت تفلي شعر النبي يعني بمفهوم هذه الرواية رجل مقمل ورأسه مليء بالقمل وتجي النساء تفلي له وعداكم عن روايات اللعن الكثيرة وهذا كله من كتاب واحد فقط فما بالكم باقي الكتب ومحتوته من فضائع بحق هذا النبي الكريم سواء كتب السنة أو كتب الشيعة الإنسان العاقل وركزوا على كلمة عاقل فالإنسان العاقل سيرفض هذه الروايات جملة وتفصيلا ولن يحتاج لترقيعها من رجال الدين أما الإنسان المؤدلج الذي عطل عقله واتبع قاعدة أطفئ مصباح عقلك واتبعني فسيصدقها وكلما سمع بهذه الروايات التي تطعن بالنبي سيصلي عليه عشرات المرات حتى يفوز بشفاعته يوم القيامة فهل هناك من آذى رسول الله بقدر من يدعي محبة رسول الله والتسنن بسنته والمدافعين عنه بل وحتى غير المسلم عندما يريد الطعن بالنبي وبالإسلام فإنه يطعن بهما عن طريق الروايات فمثلا رئيس الوزراء الهندي مودي عندما قال في سابق الأيام أن نبيكم تزوج من طفلة بعمر ست سنوات وفورا ثارت ثائرة المسلمين كالعادة لمجرد أن انتقدهم أحد فأطلقوا الشعارات إلا رسول الله يا مودي وبدأ الكثير من المسلمين وعلى رأسهم رجال الدين بإطلاق حملات مقاطعة ضد الهند ولم نسمع ولا واحد منهم يقول إلا رسول الله يا بخاري لماذا انتقدتم مودي ولم تنتقد الكتاب الذي أخذ منه مودي المعلومة مودي إذا قال نبيكم تزوج من طفلة بعمر ست سنوات تثور ثائرتكم وتتخبطون وتعتبرونها مؤامرة ضد الإسلام أما البخاري إذا قال نبيكم تزوج من طفلة بعمر ست سنوات تترحموا عليه وتصلوا على النبي وتقولوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لو تتركون النبي بحاله رح يكون بألف خير فلم يتأذى من أحد كما تأذى منكم يا من تدعون محبته والتخلق بأخلاقه والمصيب الأكبر أن هناك أشخاص والذين هم غالبية المسلمين وبدلا من إنكار هذه الروايات التي تسيء للنبي يبحث عن ترقيعات لها عند رجال الدين أنا لا أقول أن الغرب أمريكا أبرياء ولم يضمروا الشر للإسلام بل إنهم فعلوا ولا زالوا لكن الموروث الديني هو الأرض الخصبة لكل من أراد النيل والطعم بالإسلام وحتى مقول الداعش صناعة أمريكية إنما هي مقولة لتخدير الناس وإيهامهم أن أمريكا هي من صنعتهم ودعمتهم وهي السبب في جرائمهم ليبعدوا الشبهات عن تلك الكتب المليئة بالجرائم والتي استندت إليها داعش في تنفيذ جرائمها فأمريكا لم تعطي لداعش روايات من تأليفها لتطبقها على الناس لأن الروايات الإجرامية موجودة وما شاء الله وبكثرة ولنا في كتاب البخاري الكم الأكبر من هذه الجرائم وأيضا فتاوى ابن تيمية التي تجاوزت ثلاثين فتوى في تكفير الناس وجميعها دون استثناء دون استثناء لا تستند إلى أي دليل من القرآن أما عن علاقة أمريكا بداعش وكما قلتها سابقا في إحدى الحلقات هي أشبه بعلاقة المزارع بضباعه فعندما تكون هناك مزرعة هادئة وهانئة وتعيش فيها الغزلان بسلام وأمان ويريد هذا المزارع الذي يمتلك الضباع الشريسة تخريب تلك المزرعة فما الذي سيفعله يا ترى؟ ما سيفعله هو فقط فتح باب القفص عن تلك الضباع ويحميها من أي شخص يحاول قتلها أو أذيتها أو إبعادها وبالتالي وبالغريزة البهيمية ستقوم هذه الضباع بمهاجمة تلك المزرعة الهادئة والهانئة وستقتل الغزلان التي فيها المزارع لن يقول لضباعه اذهب إلى تلك المزرعة وأفسديها بل هي ستذهب بغريزتها الشريسة وعندما تنتهي من مهمتها سيقوم المزارع بإعادتها إلى القفص وبطبيعة الضباع الشريسة ستقاوم صاحبها وسيناله بعض الخدوش والكدمات والجروح قبل أن يسيطر عليها ويضعها في القفص إلى حين مهمة جديدة هو قادر على قتلها هو قادر على قتلها والتخلص منها بكل سهولة لكنه لا يريد ذلك هو يريد أن يسيطر عليها فقط ليطلقها لمهام جديدة مستقبلا هذا ما حصل بين داعش وأمريكا بالضبط فقالوا لنا أن داعش هي صناعة أمريكية ليبعد الشبهات عن صانع داعش الحقيقي ألا وهو الكهنوت الديني وعلى فكرة لا تظن أن داعش انتهت داعش الآن في سبات وتحت السيطرة وستخرج من سباتها عندما تسنح لها الفرصة داعش الآن عبارة عن خلايا نائمة ففي كل بلد مسلم هناك داعش يؤمن بكل ما فعلته داعش والتي كانت تستند إلى كتب الموروث الديني فالحرب على الإسلام وهدم الإسلام قائم منذ بداية تدوين الروايات وإلصاقها بالدين وأبطالها الحقيقيون هم المسلمون أنفسهم وليس غيرهم ولولا قوة القرآن لسقط منذ اللحظة الأولى ولذلك تراهم الآن يدافعون عن الموروث ويتركون القرآن لأن القرآن قوي بذاته بينما الموروث يحتاج من يدافع عنه حتى لا يسقط هذا هو موضوعنا لهذا اليوم دمتم بود والسلام عليكم اشتركوا في القناة